اشتركوا في القناة اللي عندها زواج ويبيشي فوح بقوة مميز خصوصا السيدات عندها عرس وتبيع عطر فعلا مميز جدا قوي فواح لان الجو المحيط وقت الزواج كلهم حاطنا عطور وتفاوح الدنيا وبخور وإلى آخره هذا راح يرسم خط متفرد مميز بين الجبين العطر اللي بتكلم عنه اللي هو من أريج لدور واسمه بلوميرا دا أوريس أوريس اللي هو نبات السوسن فمباشر من الاسم تستطيع أنك تستنبط أن العطر مبني أو مصمم على نكهة أو الأكورت حق الأوريس العطر هذا من العطور اللي بقول إنه محير جدا 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 محير يعني لا توقع إنه الحطر اللي أول ما تشمه تبيتقول أوه ممتاز وزين وفاخم لا تبيتشمه زين بس إنه قوي فبالصيف قاطع ما يصلح يعني عقاب نفسي لك وللي حولك بالصيف فما ينفع أبدا زي ما ذكرت إلا إذا كنت بزواج والدنيا روائح أو إذا عرفت تعطر منه صح وش أكسب من أن تعرف تعطر منه صح أن عادة العطور اللي زي هذه طبعا اليوم نسينا نبخ ببخ أحاول أبخ من مسافة بعيدة وأخلق السحابة اللي أمامي طبعا أنا ببخ شوي عشان أشمه أخلق السحابة اللي قدامي فهنا أبخ ثم أحاول أني أعبر خلال هذه السحابة هنا يكون أثر العطر أو كمية العطر اللي نزلت على ملابسي أقل ما يمكن بالتالي هذا سبيل اللي يتغلب على قوة هذا العطر إذروني بشمع شوي جميل جدا 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 طبعا لا تكلم عن استمرارية وقوة إلى آخرة هذه معروفة في عطور ريج لدور الآن بنتحدث عن العطر بشكل تقني طبعا مرة أخرى عطر بالتالي في قمات علوية قاعدية ونكهات القلب العطر هذا أول ما تضعه تبتشم فيه يعني فيه ورودة وزهور لكن فيه ما يسمى اللي هو نبات البرقوق أو ممكن نسمعه خوخ البرقوق هذا اللي زي الخوخ فهذه النكهة اللي مسيطرة ببداية ونكهاته الأورس الأورس شيء من الزهور اللي واضح وفيه ما يسمى استخلاص أو مستخلص البلوميرا الأورس جميل جدا لكنه قوي يعني صارخ إذا ما يعني ووزن قد يكون من النكهة اللي تاكل باقي العطر مجرد ما يبرد العطر شوي مرة أخرى هذا عطر وهذا الحاقا للعطر الماضي فيه ساندلوود اللي هو يعطيه النكهة الكريمية وفيه فانيلا وفيه سايفت بس إنه مو طبيعي سينثاتيكو صناعي سايفت نوع من الحيوان يخذه منه زي المسك اللي يأخذ من الغزال فيركبتنا بالمرة هذي صناعي فكون الصناعي يعني مخفف كونه النكهة الحيوانية مناقلنا إلى اتجاه آخر اللي هناك فعلا زهورية قوية نكهة الأورس بثقل مع ساندلوود أو الصندل خشب الصندل بثقل طبعا لما يبرد بزيادة متأمل راح تشم فيه نكهات خشب الأرس فيه مرة المرة هذي اللي يستخدمونها العجز عندنا لما يجيك شمام وغيرها وفيه آآ فيتفر طبعا أنا شم الحطر العطر رائع جدا ولذيذ وممتاز ومتقن لكن زي ما قلت العطر قد يكون سلاح ذي حدين أو ذوح الدين هذا العطر إذا أنت عطرت فيه بالصيف بالحر جو قوي راح يكون تماما ضدك بيزعجك أنت يمن تعطر ولا شي خاص اللي حولك إذا أنت استخدمتها زي ما قلت تبخي قدامك سحابة بس تخليها ثبرت شوي تمر من خلالة بحيث أن يجيك لمسا خفيفة من العطر ركبت مع عطر الزهوري ثاني الخلطة هذة والكمبونيشن بتكون قاتلة إذا أنت مثلا عندك زواج أو عرس وتحطرت منها العطر راح يكون شي قاتل وكلين يشم ما فيه إشكال إذا أنت بجو بارد جدا جدا وحطيتها بوحدة بس لكها كذلك خفيفة راح يكون بعد جميل جدا العطر بشكل مجمل عطر ممتاز عطر رائع زي ما قلت أنا بالنسبة لي لو سألني أحد أبقله تشريه إلا الصنفين الذين بدأت معهم حديثي اللي هو شخص خبير فعلا مطلع على العطر يعرف كونه متقن هذا قطعا العطر متقن أو اللي عنده زواج أو يعني أنا ميل لنا الجانب النسائي أكثر اللي عنده زواج وتبيع عطر فعلا يعني يعني يخلق جو رهيب ويخلق يعني وجود أو حضور شكرا لكم ولا تنسوا الاشتراك ونشرق قناة شكرا لكم